اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مادة سريعة الشك او كده فبحاول ان انا بتعامل معها في وقت كياسي او الزمن اللي هو الزمن الشكل اللي بتدائي بتاعها عشان ما تبص مني فتعالوا كده نشوف الوحدة بتاعتنا بتتكون من ايه ونشوف مكوناتها وبتتكلم عن ايه اولا عندنا البرنامج اسمه برنامج فني التشتباط المعمارية زي ما قلنا عنوان الوحدة العدد والادوات والخامات المستخدمة في اعمال التشتباط ودي وحدة مقررة على الصف الاول في التلم الاول الوحدة بتتكون هذه الوحدة من عدة مخرجات للتعلم زي ما احنا اتعودنا ان كل وحدة بيبقى فيها مجموعة من المخرجات او المهارات المطلوبة مني ان انا اقوم بتنفيذها عندنا اول مخرج تعلم يحدد ويجهز ادوات ومعدات وخامات اعمال التشتباط اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات السابقة ازاي انا احدد الادوات اللي انا هستخدمها في تنفيذ التمرين اللي انا هقوم بتأديته ويهي الخامات اللي هستخدمها في هذا التمرين بعد كده تاني مخرج تعلم يستخدم ادوات ومعدات وخامات التشتباط ازاي بقى استخدم الادوات دي كل اداء وليها طريقة استخدام وليه طريقة التعامل لها عشان ان انا اتعامل معاها بالطريقة الصحيحة عشان ما تصبنيش بازا او تسبب لي مشكلة وانا شغال اثناء تأديت التمرين بتاعي تالت مخرج تعلم اللي هو ينهي اعمال الصيانة والتشوين للادوات والمعدات والخامات المستخدمة في اعمال التشتباط ان انا بعمل الصيانة بتاعتي الخاصة بالادوات الادوات اللي انا نفستي بها التمرين ازا كانت ادوات من الصواج بعمل لها صيانة بعد ما بخلص شغل ان انا بعزلها بواسطة مادة عزلة زي الزيت عشان بعد احافظ عليها ان هي ما تصدش بعد كده ان انا بستخدمها مع المية وبالتالي انا سبتها والمية عليها مع التعامل مع الجو ممكن يحصل لها صدق وتتلف العمر الزمني بتاعها والعمر الافتراضي بتاعها بيقل فبالتالي عملية الصيانة دي بتحافظ على العدة بتاعتي او الاداة من ان هي تتلف او زمن المعدة للتشغيل بتاعها يقل وان انا استخدمها في المدة المقررة بتاعتها او تقعد معايا مدة اطول لتنفيذ التمرين تاني حاجة ان تشوين الخمات ازاي بشون الخمات بتاعتي لان انا عندي خمات قابلة للشك لو تعرضت للرطوبة او المية يعني مثلا عندي الاسمنت لو انا مشوينه في مكان مكشوف ممكن المطر او لو اطاله مية ممكن يشك مني ويبوز وما ينفعش اشتغل بيه فانا لازم اكون عندي دراية بتشوين الخمات سواء خمات اسمنت او جبس او الخمات اللي انا بستخدمها ككل هنيجي بعد كده عندنا حاجة اسمها متطلبات السابقة لدراسة هذه الوحدة احنا عندنا كل وحدة لازم لها متطلبات سابقة مثلا عندنا الوحدة ديت لازم اكون انا ملم بوحدة السلامة والصحة المهنية ان انا ازاي اتعامل مع الوحدة بتاعت ديت ازاي ان انا استقل المهمات اللي هستخدمها عشان تقيني من الحوادث او الاصابة بازا لقدر الله فبالتالي لازم اكون ملم بوحدة السلامة والصحة المهنية قبل ما ادرس وحدة العدد والادوات والخمات عندنا اول المعايير الاداء لكل مخرج تعلم من التلاتة اللي ذكرناهم قبل كده عندنا اول مخرج تعلم اللي احنا قلناه اللي هو يحدد ويجهز ادوات ومعدات وخامات اعمال التشريبات كان ليه معايير اداء اول معايير اداء لاتباع اجراءات الامن والسلامة والصحة المهنية زي ما احنا قلنا كل مخرج تعلم او كل تمرين تقني هنفزه لاجراءات امن وسلامة وصحة معنية يختلف عن كل تمرين يختلف عن الاخر يعني لو شغال في سقف هستخدم سقالة فبالتالي هستخدم حزام أمان لو أنا شغال على الأرض مش هستخدم حزام الأمان فبالتالي كل تمرين بيبقى ليه مهمات الوقاية وإجراءات خاصة بالأمن والسلامة والصحة المهنية تاني معيار أداء يحدد المهام المكلف فيها وفقا لبند الأعمال إن أنا بحدد المهمة اللي أنا هقوم بيها وإيه المعدات اللي هستخدمها فيها كل مهمة ولها معدات خاصة بيها وخامات خاصة بيها تالت معيار أداء يجاهز العدد والأدوات والخامات اللازمة وفقا لبند الأعمال ده اللي احنا قلناها بعد ما حددت المهام بابدأ أجاهز بقى العدد اللي أنا هستخدمها في المهمة اللي أنا هقوم بيها والخامات اللازمة لهذه المهم عندنا معيار الأداء لمخرج تعلم برقم اتنين لها برضو معيير أداء اللي هو يستخدم أدوات ومعدات وخامات التشتباط زي ما قلنا أول معيار في المعيار الأداء في أي مهمة اللي هو اتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية تاني معيار اللي هو استعمل خامات أعمال التشتباط طبقا لأصول الصناعة وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة إن أنا إزاي أستخدم الخامات دي وأتعرف على أنواع الخامات وإزاي أحسب الخامات بتاعتي اللي أنا هستخدمها في أعمال التشتباط وتكلفتها كان بالتمن أثناء تأديت هذا التمرين بعد كده أتالت معيار أداء عندنا يتطبع إجراءات الصحيحة في استخدام الأدوات والمعدات اللازمة لأعمال التشتباط طبقا لأصول الصناعة أنا بعد جهيس الخامات بتاعتي والعدب بتاعتي لازم أتطبع إجراءات صحيحة بقى لأن أنا أستخدم الأدوات بتاعتي بطريقة صحيحة عشان تأدي وظيفتها معايا بطريقة سليمة وما تصبنيش بأذى وتقوم بالعمل بتاعها على أكمل وجه عندنا بعد كده تالت مخرج تعلم برضو ليه معايير أداء تختلف عن المخرجين اللي سابقين عندنا أول معايير أداء اللي هو اتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة المعنية زي ما احنا تفعلنا أي تمرين أو أي تمرين تكني بنفزه لإجراءات أمن وسلامة وسحة معنية وليه مهمات أو أداء أداءات باستخدمها عشان تقيني فيه وأنا بقوم بهذه المهمة بعد كده عندنا معايير الأداء اللي المخرج راح تعلهم رقم ثلاثة ينظف الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التشريبات طبقا لدليل الصناعة أنا بعد ما باستخدم الأدوات بتاعتي والمعدات كل أداء وكل معدة لها طريقة تنظيف معينة مش كل الأدوات زي بعض يعني أنا عندي الأدوات اللي هي بالصاق زي ما قلنا قبل كده إن أنا بعمل لها سيانة بعد شغلي بيها إن أنا بعزلها بمادة زي الزيت عشان تطقي عملية الصادة إن هي ما يحصل لها الصادة وبالتالي الصادة يعمل تآكل فيها فبالتالي يقل من عمرها الافتراضي بعد كده يشون خامات أعمال التشريبات طبقا للإجراءات في الورشة أو الموقع طبعا بعد ما خلصت الشغل بشوف بقى الخامات اللي فضلة معايا وببدأ أعمل لها تشوين في الموقع بتاعي عشان أحافظ عليها لو معرضة للمطر أو حاجة أغطيها أو بمشمع عشان ما يوصلهاش الميا أو الرطوبة عشان ما تنشفش مني وتشوك وبالتالي لما أجي أشتغل بيها مش عارف أشتغل بيها المرة اللي بعد كده بعد كده آخر معيار أداء عندنا يتبع إجراءات الصيانة اليومية البسيطة لكل أداء ومعدة وفقا لدليل الصيانة لو أنا عندي أداء محتاجة صيانة أو مثلا في أداء وانا شغال بيها لقيتها محتاجة مثلا صيانة لو محتاجة أن هي مصمار مفقود منها أو محتاجة أي صيانة بعملها بعد ما بخلص التمارين بتاعتي عشان بعد كده لما أجي أستخدمها المرة الجاية بتكون في حصورة جيدة وقدر أستخدمها بطريقة سليمة بعد كده عندنا معيار أداء الأخير اللي هو يخزن أدوات ومعدات أعمال التشتبات بالطريقة الصحية طبعا كل أداء وكل معدة لها طريقة تخزين يعني أنا عندي المعدات الدقيقة لها بيباليها علب بتتحفز فيها زي ميزان الشرب مثلا بحطه في المكان بتاعه يعني أنا عندي الميزان الشرب بحطه في العلبة بتاعته عشان أحافظ عليه لأنه ده حاجة دقيقة وما ينفعش أحطه في وسط العدد الصاج أو الحديث فبالتالي ممكن يتلف ويحصل له مشكلة وبالتالي لما بصين العدد بتاعتي وأخزينها بطريقة سليمة بحافظ على عمرها الافتراضي وبحافظ عليها من التلف وأنه هو يحصل لها أي مشكلة العدد الصاج بحطها في ضلب خاص بيها بقى العدد زي المنشار أو المبارد بحطها برضو في عدد بتتعلق على طبلوف الورشة على أساس تبقى هي بين اللي هي زي الأصافة أو الكماشة المنشار اللي هي العدد اللي ممكن تتعلق وفيه العدد اللي هي بتتحط في الأدراج ممكن نحطها في الأدراج بتاعتها وفيه عدد بتحفظ في الدوليب وفيه عدد بتحفظ في المغزن زي الأصعى أو البراويت هنيجي البعد كده اتباع قواعد الأمن والسلامة الصحة المعنية طبعا احنا قلنا أول حاجة أننا بتتبع قواعد الأمن والسلامة والصحة المعنية في أي تنفيذ تمرين بقوم بتنفيذه أنواع مهمات الوقاية الشخصية المهمات دي عبارة عن إيه؟ إيه يا الأدوات اللي أنا باستخدمها عشان تقيني من حدوث حوادث لقدر الله أو أي مشكلة أثناء تنفيذ المهمة أول حاجة لملابس الوقية أنا باستخدم الملابس اللي هي تتناسب مع التمرين بتاعي سواء أفرول أو بلطو عشان يقيني من أن هي حاجة طوع على ملابسي أو يقيني من أي إصابة لو أنا باستخدم مثلا حاجة بتطلع رزاز رايش أو أي حاجة فباستخدم الملابس الوقية اللي هي بتقيني من أن أنا أصاب من الرايش دوت أو باستخدم كناع عشان ما يجيش الرايش ده في عيني ولا حاجة يعمل لي مشكلة معدات حماية الرأس اللي هي زي الخوزة طبعا بيستخدم الخوزة عشان تحميني من المخاطر لو انا شغال في موقع وممكن يقع حاجة لو انا ماشي في الموقع من فوق من ارتفاع فبالتالي الخوزة بتحميني بتحمي الرأس من الصدمات او ان حاجة تقع فوق رأسي بعد كده معدات حماية الجهاز التنفسي طبعا لو انا بستخدم اه طبعا في التشتبات عندنا بنستخدم مواد بتعبارة عن اغبار او الاسمنت والحاجات دي فممكن تعمل لي مشاكل في الجهاز التنفسي فانا بستخدم انواع من الكمامات او اه لو في مشكلة لو في عندي غازات او بستخدم غازات سامة او مواد كموية بستخدم اقنعة خاصة بتحمي جهاز التنفسي هنيجي بعد كده معدات حماية اليدين اللي هو زي الجوانتي او الجوانتي اللي بيحمي اليدين لو انا بستخدم حاجة برضو سخنة او اداة سخنة بستخدم جوانتي خاص عشان يتحمل درجات الحرارة العالية لو انا بستخدم الجبس او الاسمنت بستخدم جوانتي عبارة عن جوانتي من البلاستيك عشان ما يوصلش الاسمنت او الجبس لايدي عشان ما يسببش اي التهابات بعد كده عندي معدات حماية القدمين طبعا عندنا السيفتي بنبسه في القدمين عشان يحمي القدمين من الاصابة بعد كده معدات حماية الوجه والعينين طبعا بستخدم اقنعة حسب المهمة اللي انا هقوم بيها مهمات الوقاية ده صورة بتبين الخوزة هي الخوزة بيستخدمها عشان حماية الرأس وبعد كده الافهرول عشان يحمي الجسم بتاعي او الملابس بتاعتي الكفازات اللي هي بتحمي ايدي من لو انا بستخدم حاجة بتكون درجة حرارتها عالية فبتحميني ان انا ايدي تتلسع او بستخدم مسلا مادة زي الجبس والاسمنت بتحميني برضو ان انا ما حصلش التهابات في ايدي بعد ما بخلص الشغل بتاعي بعد كده الحزاء الواقي او السيفتي ده بيحمي القدم بتاعتي لو عليها حاجة او لو انا ماشي في الموقع وكان فيه مصامير او اداة حادة مرمية على الارض ما تسيبش رجلي بازة هنيجي بعد كده ازاي بحسب التكاليف بتاعة الخماب بتاعتي لو انا عندي مكلف بمهمة معينة لو انا مثلا هقوم بعمل بيات تخشين لشقة او او غرفة وعايز احسب التكاليف بتاعتي فانا لها طريقة معينة بحسب بها التكاليف ازاي ايه الخامات اللي مستخدمة وايه هي الخامات اللي انا اه كميتها قد ايه وتمنها قد ايه فتعالوا نبص على المثال اللي قدامنا دوت عندنا في البداية فيها كواعد هامة لازم ان انا اكون اعرفها او حافظها يعني دي كواعد عامة بتبقى سابتة عند المتر مكعب من مونة الترتشة المكونة من ربعمية كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب رام تكفي لترتشة مسطح قدره متين متر مربع بصمك نص سنتي يعني ايه يعني انا عندي المتر المكعب مونة المونة اللي هي مكونة من ربعمية كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب رام المتر مكعب دي عبارة عن ايه عبارة عن متر في متر في ارتفاع متر فبيديني متر مكعب من المونة نسبتها ايه ربعمية كيلو جرام اسمنت انا عندي شكارة الاسمنت خمسين كيلو يبقى انا عندي تمن شكاير اسمنت واحطوهم على متر مكعب من الرم اللي احنا قلنا بيبقى طول متر في عرض متر في ارتفاع متر. الكمية دي بتكفي لترتاشة مسطح قدره 200 متر مربع بسمك نص سنتي. يبقى ان الكمية دي هتعمل لي ترتاشة عمومية لمسطح قدره 200 متر مربع بسمك نص سنتي. هنيجل بعد كده عندي المتر المكعب من المونة بنسبة 350 كجرام اسمنت يعني 7 شكاير اسمنت لكل متر مكعب رم تكفي لبياد تخشين 55 متر مربع بسمك سنتي ونص. يبقى انا عندي الترتاشة بتفرد المتر المكعب بيفرد 200 متر مربع بسمك نص سنتي عندي ببياد التخشين بيفرد 55 متر بسمك 1.5 سنتي اللي هو المتر المكعب اللي هو بنسبته 350 كجرام اسمنت لكل متر مكعب رم وعندي لو لاسومك البياد التخشين بقى 2 سنتي بيفرد 40 متر مربع يبقى أنا النسب دي لازم أكون حافظها ويكون ملم بيها وعرفها لأنني هستخدمها في حل المسائل بتاعتي أو إزاي أحسب التكاليف بتاعتي والكميات للخامات اللي أنا هستخدمها بعد كده هنيجي عندنا تمرين زي دوت احسب الخامات اللازمة لبيات 500 متر مربع بيات تخشين سادة داخلي بمونة مكونة من الأسمنت والرامل بنسبة 350 كيلو جرام أسمنت لكل متر مكعب رامل طبقة واحدة بسمك 2 سنتي يبقى أنا عندي هنا السمك 2 سنتي يبقى أنا البيات التخشين بتاعي هيفرد المتر المكعب هيفرد 40 متر مسطح من البيات التخشين يبقى أنا عندي معطى الأول حاجة عندي الكمية بتاعتي 500 متر يعني أنا مثلا الشقة جيت إستها وبعد ما طلعت الفتحات بتاعتي بعد ما عملت المؤيسة بتاعتي وإست الحوائط والأسكب بتاع الشقة لقيتها فيها 500 متر مسطح من بيات التخشين وبعد كده أنا عايز أحسب بقى المون سواء الرامل أو الأسمنت اللي أنا هستخدمه لتغطية 500 متر مسطح من بيات التخشين أنا عندي بقى التخشين بتتكون من طبقتين أول طبقة الترتاشة العمومية وتاني طبقة طبقة بيات التخشين هو قال لي في المثال إن طبقة الترتاشة العمومية بتتكون من 400 كيلو جرام أسمنت لكل متر مكعب والبطانة أو طبقة بيات التخشين بتتكون من 350 كيلو جرام أسمنت لكل متر مكعب تعالوا بقى نشوف هنحسب التكاليف بتاعة الشقة دي أو المهمة اللي أنا هقوم بيها اللي هي 500 متر مربع بيات التخشين إزاي هنبص كده عندنا معلمات معطاة اللي هي المعطيات اللي كانت عندنا قبل كده عندنا الكمية اللي لازم بياضها 500 متر مربع السمك المطلوب بياضه عندنا 2 سنتيمتر طبعا المعطيات دي مهمة جدا في حساباتي يعني أنا السمك المطلوب بياضه 2 سنتيمتر يبقى أنا السمك الـ 2 سنتيمتر هيفرد معايا 40 متر مسطح المتر المكعب هيفرد 40 ستر متر مسطح لو أنا عندي السمك متر ونص هيفرد 55 متر مسطح هنيجي بعد كده الترتشة مكونة من مونة 400 كيلو جرام أسمنت لكل متر مكعب رمل عندنا بعد كده السعر المتر المكعب رمل بيساوي 100 جنيه وسعر تن الأسمنت 800 جنيه دي المعطيات اللي جات ليه في المثال بتاعي وبعد كده هبدأ أحل المثال بعد كده عندنا أولا هنحسب بقى الخامات خامات الترتشة بما أن الترتشة مكونة من 400 كيلو جرام أسمنت اللي هي إحنا زي ما قلنا قبل كده 8 شكاير لكل متر مكعب رمل والكمية دي بتفرد أو بتكفي لترتشة 200 متر مربع يبقى أنا هحسب يلزم لترتشة 500 متر يبقى أنا 500 على 200 عشان أحسب قد يهنا هحتاج كام متر مكعب من المونة لما هحسب الكمية كلية على الكمية اللي بيفردها المتر المكعب يعني أنا عندي المتين متر دي مربع المتر المكعب بيفرد 200 متر مربع طب أنا عايز أعرف الخمسمية هتاخد كام متر متر مكعب لما أسم الخمسمية على المتين اللي هو بيفردها المتر المكعب هيديني كيمة المونة بالمتر المكعب يبقى أنا أسمي الخمسمية اللي هي كمية اللي أنا بها التخشين اللي أنا هقوم بتنفيذه على المتين متر مسطح اللي هو كيمة المسطح اللي بيفرده المتر المكعب هيبقى النتج بتاعي بالمتر المكعب يبقى انا محتاج اتنين ونص متر مكعب مونة طب الاثنين ونص متر مكعب مونة دول هيبقى فيهم قد ايه اسمنت وقد ايه رمل هنيجي نحسبها بعد كده يبقى انا كمية الرمل احنا زي ما قلنا قبل كده ان انا كمية الرمل في الترتشة بتقع عبارة عن كمية الرمل واحد متر مكعب لربعمية كيلو جرام اسمنت يعني انا عندي اهو ربعمية كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب يبقى انا الاتنين ونص متر مكعب مونة هتضربه في واحد اللي هي نسبة الرمل بتاعتي هتطلع اتنين ونص متر مكعب رمل يبقى انا محتاج في المهمة دي او في تنفيذ التمرين ده اتنين ونص متر مكعب رمل يبقى انا هكتب في الخامات اللي انا هشيريها احتاج اتنين ونص متر مكعب رمل طب تعالوا نحسب كمية الاسمنت كمية الاسمنت احنا قلنا عندنا كمية المتر المكعب او المونة اللي انا محتاجها اتنين ونص وانا عندي المتر المكعب الواحد بياخد ربعمائة كيلو جرام اسمنت يبقى انا اضرب الاتنين ونص في الربعمائة هتطلع الف كيلو جرام اسمنت يعني تن اسمنت يبقى انا هحتاج هنا في بياضة الترتشة العمومية هحتاج اتنين ونص متر مكعب رمل وتن اسمنت او 1000 كيلو جرام اسمنت يبقى دي الخامات اللي انا هستخدمها في الترتاشة تعالوا نحسب بقى الخامات اللي هستخدمها في طبقة البطانة او بياد التخشين احنا هنحول الاسمنت للتن زي ما احنا قلنا هنقسم 1000 على 1000 كيلو يبقى انا محتاج 1 تن اسمنت زي ما انا قلت سابقا هنيجي بعد كده هنحسب بياد التخشين الخامات المستخدمة في بياد التخشين المونة المكون منها التخشين وهي 1 متر مكعب رامل و350 كيلو جرام اسمنت المونة دي بتكفي لبياض مساحة 40 متر مربع بصمك 2 سنتي زي ما عملنا قبل كده في الترتشب المكينة جبت الكمية اللي أنا ها لمراد تنفيذها اللي هي 500 متر مربع والكمية اللي بيفردها المتر المكعب عشان المتر المكعب من المونة بيفرد ترتشب المكينة بصمك 0.5 سنتي متين متر بأنا اسمت الخمسمية على المتين تلقل إن أنا أحتاج 2.5 متر مكعب من المونة في بياض التخشين هتختلف لأن أنا عندي إن المتر المكعب من المونة بيفرد 40 متر مسطح بصمك 2 سنتي ودي كانت قاعدة سابتة المفروض أكون حافظها وعرفها إن أنا صمك 2 سنتي بتفرد 40 متر مربع بياض تخشين وصمك 1.5 سنتي بتفرد 55 متر مربع بياض تخشين تعالوا هنشوف هنحسب الرمل بتاعي إزاي يبقى أنا المونة اللازمة زي ما قلنا هنقسم الخمسمية على أربعين اللي هي الكمية اللي هتفردها المتر المكعب هيبقى أنا أحتاج عشان أعرف هحتاج قد إيه من المونة هيبقى أنا أحتاج 12.5 متر مكعب مونة وده كان ناتج اسمت الخمسمية اللي هو المسطح الإجمال اللي أنا هنفزه على أربعين متر مسطح اللي هو المتر المكعب بيفرده بصمك 2 سنتي يبقى أنا أحتاج 12.5 متر مكعب مونة هنيجي بعد كده أحسب كمية الرمل لأنا عندي النسبة بتاعت الرمل 1 متر رمل مكعب رمل و350 كيلو جرام اسمت يبقى أنا المتر المونة متر المكعب بياخد نسبة 1 متر يبقى أنا هضرب الكمية بتاعت اللي طلعت اللي أنا هم احتاج 12.5 متر مكعب مونة يبقى أنا هضرب 12.5 في واحد اللي هي النسبة بتاعت الرمل يبقى أنا هحتاج 12.5 متر مكعب رمل يبقى أنا هنا في البعض التخشين هحتاج 12.5 متر مكعب رمل لما هاجه هشتري هقول إن أنا محتاج 12.5 متر مكعب رمل هنيجي بعد كده أحسب كمية الأسمنت أنا عندي كمية المونة 12.5 متر مكعب وقلنا إن المتر المكعب من المونة بياخد 350 كيلو جرام أسمنت يبقى أنا هضرب 12.5 في 350 تلعت 4,375 كيلو جرام أسمنت لما أجي أحولها للطن على إن أنا باشتري الأسمنت بالطن في السوق بيتباع بالطن أو بالشكارة طالما أنا بعمل شغلانة كبيرة هاشتري بالطن بيبقى السعر أوفر من أنا هاشتري بالشكارة فأنا بأسم الرقم اللي نطلع لي اللي هو 4,375 على ألف هيطلع 4,4,375 من 100 يعني حوالي 4,2 وتلت أسمنت يبقى أنا أكده دلوقتي عرفت الخمات الرمل بتاعي اللي هستخدمه والأسمنت اللي هستخدمه في طبقة الترتشة وفي نفس الوقت عرفت الكميات برضو بتاعتي الأسمنت اللي هستخدمه والرمل بتاعي في طبقة البطنة أو خمات التخشين هجمعهم على بعض عشان أعرف كمية الرمل إجمال الرمل اللي هاشتريه قد إيه وكمية الأسمنت اللي هاشتريه قد إيه عشان أشتريه وأجهزه وأبدأ أشوينه عشان بعد كده لما أجي أشتغل يبقى موجود في موقع العمل بتاعي وأشتغل بيه هنيجي بعد كده زي ما قلنا هنجمع كمية المواد اللازمة لكل من عملية الترتشة والتخشين أنا عندي كان في الترتشة الرمل هحتاج 2.5 متر مكعب رمل والأسمنت كنت هحتاج 1 طن أسمنت التخشين تلع عندي 12.5 متر مكعب رمل والأسمنت بالطن تلع في التخشين 4.375 ممية 4 طن 375 ممية كيلو جرام طن يبقى اللي جمالي عندي أنا عندي هنجمع بقى الترتشة الرمل على بعضيه اللي هو الترتشة 2.5 زائد 12.5 يبقى أنا هحتاج 15 متر مكعب رمل والأسمنت كان عندي للترتشة هحتاج تن والتخشين هحتاج 4 طن 375 من ألف يبقى أنا هحتاج 5 طن 375 من ألف أسمنت يبقى أنا الكميات اللي هشتريها عشان أنفذ التمرين بتاع بعضي التخشين هشتري 15 متر مكعب رمل وخمسة طن و375 من ألف أسمنت هنيجي نحسب التمم بتاع الخامات اللي أنا جبتها دي التكاليف بتاعت أنا عندي كمية الرمل زي ما قلنا هتلعت 15 متر مكعب والأسمنت خمسة طن و375 من ألف طن هنضرب بقى كل واحدة في السعر بتاعها أنا هتلاقي على 15 متر أنا كان معطى في المسألة قبل كده أن سعر المتر الرمل 100 جنيه وسعر الأسمنت 800 جنيه فأنا هضرب كمية الرمل اللي محتاجها في السعر عشان أعرف التكلفة بتاعتي كام أنا دلوقتي عرفت الكميات فدلوقتي أنا عايز أعرف هشريهم بكام أو تمانهم بيبقى كام هنجد نحسب تكلفة الرمل هتبقى 15 في سعر المتر الواحد أنا عندي 15 متر وسعر المتر الواحد عبارة عن 100 جنيه يبقى الإجمالي كله 1500 جنيه بقى أنا هشري رمل ب1500 جنيه تكلفة الأسمنت أنا هشري الأسمنت أنا عندي 5 طن و375 من ألف فيه 800 جنيه اللي هو سعر التن يبقى أنا هشري أسمنت ب4300 جنيه الإجمالي كله هجمع 8 الرمل على 8 الأسمنت هيديني 5800 جنيه اللي هو الألف ونص زائد 4300 هيديني الناتج بتاعه 5800 جنيه يبقى أنا دلوقتي عرفت تحددت الخامات بتاعتي اللي هي هستخدمها في بياد تخشين لمسطح عبارة عن 500 متر مربع من بياد التخشين عرفت هستخدم رمل قد إيه وعرفت هستخدم أسمنت قد إيه وبالتالي لما حددت كميات بتاعتي قدرت أحدد التمم بتاع الرمل والأسمنت وإجمالي التكلفة هنيجي بعد كده هنستعرض بعض المواد والخامات المستخدمة في أعمال التشتباط المعمرية طبعا أنا عندي خامات فهنتعرف على بعض الخامات زي ما في الحلقات السابقة تعرفنا على العدد وإزاي بنستخدمها هنتعرف على الخامات بقى اللي أنا هستخدمها في تنفيذ بياد التخشين أو التشتباط عموما بعض الخامات اللي أنا هستخدمها خلال الثلاث سنين في البرنامج فني أعمال التشتباط المعمرية فتعالوا نبص مع بعض ايه هو أول خامة معانا أول خامة معانا هي المية وطبعا المية عنصر أساسي في أعمال التشتباط المختلفة ويجب أن تكون عزبة وشفافة وخالية من الأمامات أملاح إن المية بتاعتي لازم تكون آآ يعني مية نقية ما يكونش فيها شوائب ما يكونش فيها مواد عدوية فبالتالي هتأثر على زمن الشك بتاعي أو هتأثر على الخامة بتاعتي لو أنا استخدمت مية غير صالحة للاستخدام فلازم المية بتاعتي تبقى شفافة عدمت اللون والرائحة ما يكونش فيها مواد عدوية أو أملاح فبالتالي تكون صالحة للاستخدام وأن تكون خالية من الأحماض والكائنات الحية وكذلك من المخلفات العدوية وأن تكون خالية من الزيوت والمواد الدهنية طبعا الزيوت بتأثر على زمن الشك بتاعي أو هممكن تخلي الخامات بتاعتي بتعمل مادة عزلة فبالتالي مش هتعمل تجانس في خلط المونة بتاعتي دي كانت أول خامة عندنا هنيجي بعد كده الخامة اللي بنستخدمها في تخصص التشيبات عندنا الأسمنت ويعتبر الأسمنت هو المادة اللاسقة في أعمال التشيبات ويكون من نوع الأسمنت البرتلاندي العادي ووزن التن يساوي عشرين شكارة ووزن الشكارة خمسين كزي ما احنا قلنا قبل كده إن الشكارة بتاعتي خمسين كيلو والتن عندي ألف كيلو يبقى أنا بأسم الألف على وزن الشكارة الخمسين يبقى أنا التن عندي بيكون عشرين شكارة يبقى أنا لما بروح الشري بقول للتاجر أو البايع أنا عايز تن أسمنت باب عارف إن أنا هيديني عشرين شكارة وطبعا لازم أخزنه في مكان محمي من تأثيرات العوامل الجوية وهي رأى أيضا أن لا يزيد ارتفاع الرصة الواحدة عن عشر شكايرت عشان أعرف أتعامل مع الرصة بتاعتي لو زالت عن كده ممكن طوع أو أنا مش هعرف أخد منها الخامة بتاعت لو ارتفاع أعلى من كده هحتاج ان انا اطلع على سلم عشان اشيل الشكارة فبالتالي مش هعرف اطلع اشيلها وانا من فوق السلم فاقصر ارتفاع لي عشر رصات عشر شكاير فوق بعض اقصر ارتفاع للرصة عشان اعرف اتناول الشكارة وفي نفس الوقت اعرف احطها فوق الرصة لان هي خمسين كيلو فبالتالي بتبقى ايه لو انا عملت ارتفاع أعلى من كده فمش هعرف ان انا ارصها في التفاعلة من كده او ان انا اخد لما اجه اشتغل اخد منها فبالتالي اعلى رصة عندي بتبقى عشر شكاير ده شكل الاسمنت بتاعي دي الشكاير ودي طريقة الرص بتاعتي ايه زي ما انتم شايفين كده انا بخزنها في المخزن بتاعي وده الشكل الاسمنت بتاعي اللي هو البرتولندي العادي هنيجل بعد كده الخامة اللي بنستخدمها برضو في اعمال التشتباط اللي هي الرمل والرمل هو عبارة عن حبيبات طبعية تتكون من جزئات الصخور مفتتة الناعمة ويختلف تكوين الرمل طبعا لمصادر الصخور المحلية وزروفها واجب ان يكون متدرج الحبيبات من الناعم الى الخشن ويكون خاليا من المواد العالقة والاتريبة واعتبر الرمل من احد المواد الطبيعية ويدخل في معظم اعمال التشتباط ومن الاختبارات البسيطة اللي تجرى في الموقع هو فرق الرمال بين كفال يدين وازا صدر صوت جاش ده لذلك على جودة الرمل طبعا انا الرمل بحصل عليه من محاجر خاصة بالرمل وهو من المخامات الطبيعية المستخدمة في اعمال التشتباط وزي ما قلنا ازاي اعرف ان هو جيد ان انا بمسكه بين راح تكفيه اليدين وبفرقه فهو لو حصل صدر صوت جاشي كده بيدل على جودة الرمل بتاعي وطبعا لازم الرمل بتاعي يكون خالم الاتريبة او الطفلة لان دي بتأثر عليه وبتأثر على المواد بتاعتي اثناء التنفيذ المهمة او لو انا بعمل بياض تخشين بتأثر على الخامة بتاعتي ممكن تعمل لي مشاكل بعد كده في البياض بتاع اللي انا نفسته ده شكل الرمل طبعا عندنا فيه الوان مختلفة حسب المحاجر اللي بيجي منها فيه اللي هو الاصفر الغامي ده وفيه الاصفر الفاتح فده اللون ده مش هيختلف في حاجة في الصناعية في السوق برا اللون الغامي ده بيتطار يحط له كمية اسمنت كتير لان هو بيقدرها باللون الخامة لكن احنا بنحسبها بالمتر المكعب انا بحط المتر المكعب بتاعي وبحط عليه النسبة بتاعتي سواء تلتمائة وخمسين كيلو جرام اسمنت فانا مش هيفرق معايا اللون. هو بيفرق مع الصناعية برا لانه هو بيشتغل مش بنسب معينة لكن احنا بنتعلم ازاي ان انا اشتغل ان انا المتر المكعب رام لسواء اصفر فاتح او اصفر غامق بحط له 300 كيلو جرام اسمنت او 400 كيلو جرام اسمنت لكل متر مقعب رمل حسب النسبة بتاعي التنفيذ التمرين بتاعي فانا مش هيفري معايا اللون وبالتالي انا هم حاجة ان الرمل يكون خالي من الشوائب والمواد العالقة فيه هنيجل بعد كده الخامة بعد كده الجير والجير عندنا منه نوعين فيه جير مطفي وجير سلطاني الجير المطفي ده بيبقى عبارة عن يعني جير الجير بيبقى عبارة بييجي من المحاجر عبارة عن احجار كده وبنتم اطفاقها بالمية لتتحول لبودرة يعني هي بتتفتت لما بطفيها بالمية بتتحول لبودرة والحجر الجير المطفي عبارة عن ناتج من معالجة الجير الحي بيطفقه حيث يزداد حجمه نتيجة اضافة المياه له وينتج عن ذلك درجة حرارة عالية ويجب الاحتراس اثناء عملية اطفاق الجير زي ما احنا قلنا قبل كده ان انا وانا بطفي الجير لازم اكون مستخدم مهمات الوقاية بتاعتي لان انا عندي درجات حرارة عالية فلازم اكون مستخدم الجوانت بتاعي يكون بيحميني من درجات الحرارة العالية لو انا همسك حاجة بايدي او كده طبعا درجات حرارة عالية بتبع عالية جدا المفروض ممسكاش بايدي وانا بطفيه بعد الاطفاق خالص والجير بعد ما بيطفي خالص ببدأ استخدمه بعد ما بيبرد بتطلع منه درجة الحرارة ويبرد خالص ببدأ استخدمه ما استخدمهش طبعا في اول يوم من الاطفاء او انا عموما هو بيجيلي مطفي انا ما بطفوش في الموقع او في الورش هو بيجيلي جير مطفي هو بيطفي في المحاجر بتاعته بيجي جاهز على اساس ان انا استخدمه على طول عندي جير السلطاني وده يعتبر انقى انواع الجير وهو اول اكسيد الكالسوم الناتج عن حرق الجير ده انا بعمل عملية للجير بقى بحوله لكسيد الكالسوم وده بيديني صورة ناكية بنسميها في السوق الجير السلطاني وده بتبقى عبارة عن شاهق البيض بيديني جير شاهق البيض وده بيستخدمه في اعمال الدهانات بفرش جير ولونه بيبقى بيض شاهق وبستخدمه برضو بضيفه على بياض المصيص بتاعي بتاع الاسكف عشان يديني بياض ناصع وفي نفس الوقت بيقلل زمن الشك بتاع بياض المصيص لان جبس المصيص زي ما انتم عارفين زمن الشك بتاعه سريع فانا بحط عليه الجير السلطاني باستفاد من حاجتين اولا بيزود لي زمن الشك ثانيا بيقديني بياض ناصع لبياض المصيص هنيجي للخامة اللي بعد كده عندي الجبس الجبس عندي يوجد الجبس في الطبيعة على شكل عندي الجبس ده في منه انواع مختلف عندي الجبس العادي اولا الجبس بجيبه زمن الطبيعة بيبع على شكل بلورات شفافة في طبقات الارض ويستخلص الجبس الصناعي من عملية تكليس خام الجبس يعني انا بجيب خام الجبس وبعمل له عملية تكليس عند زراجات حرارة مناسبة والجبس ده بيطلع لي منه مشتقات او خامات مختلفة عندي اول حاجة الجبس العادي واللي هو بتسمى في السوق باسم الجبس البلاح اللي هو يعرف بالجبس البلدي او البلاح في السوق وعندي بعد كده جبس البياض اللي هو يعرف حاليا بالمصيص زي ما احنا قلنا ده صورة انكة شوية يعني الجبس العادي ده بيبقى خشن وفي نفس الوقت ما بيستخدمش في تشكيل الحليات باستخدمه في عمل اربطة او باستخدمه في بياد التخشين لو انا بغبر المونة بتاعتي لو انا بعمل اميات او حاجة باستخدم كميات قليلة منه او باستخدمه في عمل السقلات في تثبيت السقلات بتاعتي هو مش مستحب ان انا استخدم الجبس في بياد التخشين بكميات كبيرة لكن في بعض الاماكن باضطر ان انا استخدمها عشان يساعدني ان هو تشك بسرعة اللي هي في الاميات او فبالتالي انا بقلل من استخدامه بقدر المستطاع. ما بحاولش ان انا استخدم الجبس بكميات كبيرة. هو طبعا علميا المفروض ما استخدمش الجبس خالص في بات التخشين. بس في السوق بضطر ان انا استخدمه. لان لو في سوق كمكسورة فبالتالي السمك بتاعها يبقى كبير. مهما عملتها بالمونة العادية اللي هي الاسمنة والرمل. زمن الشك بتاعها طويل شوية. كل ما اعملها تقع. فانا بحتاج ان انا استخدم كمية جبس قليلة. وهي مش مستحبة بس انا متطلبات العمل طلبة مني كده. فاستخدامات الجبس في بات التخشين بتبقاها على اضجق الحدود. يعني مساحة زي خمسمائة متر مسطح ممكن اجيبش كارة بس ان انا باستخدمها في السقلات عمل السقلات بتاعتي. ولو انا هعمل عجين او هضيف الجبس على بعض الحاجات في الحاجات اللي هي سمكة كبيرة او هتاخد معي وقت في تنفيذها فباضطر استخدم لها الجبس. بعد كده عندي جبس البيض اللي هو يعرف حاليا بالمصيص ده صورة زي ما قلنا قبل كده. والمصيص ده بيستخدم في مصيص الاسكف. بيديني اسكف بيضاء ناسعة البيض. وفي نفس الوقت بيدي بتبقى سهل التشكيل ان انا افردها على السقف بتاعي بياخد وقت شوية عن الجبس البلدي في تشكيله وبضيف عليه الجير على اساس يقلل زمن الشك بتاعه. بعد كده عندي جبس التشكيل وهو انقى الجبس لزا يستخدم في اعمال البيض الزخرفي. جبس التشكيل ده انا باستخدمه واعتبر نوع من انواع المصيص. وباستخدمه في الحليات الزخرفية اللي انا باستخدمها في تخصص التشتباط المعمارية بتاعي. عندي الحليات اللي احنا درسناها او هندرسها في السنوات القادمة. بعمل بيه الحليات بتاعتي لانه هو سهل التشكيل وفي نفس الوقت بيبقى زمن الشك بتاعه ابطأ من الجبس البلدي وبيبقى سطحه بيتديني سطح املس عن الجبس البلدي. لان الجبس البلدي بيتديني سطح خشن. لكن جبس التشكيل بيتديني سطح ناعم. فبالتالي بيطلع لي نسخة من الكورنيشة بتاعتي او شغل الجبس او الحلية بتاعتي بيكون نعمة ويكون سطحها املس. فبالتالي بتديني شكل معماري جميل. هنيجي للخامة اللي بعد كده عندي حاجة اسمها بودرة وكسر الحجر. البودرة والكسر ده عبارة عن ناتج تكسير الاحجار الجيرية. يعني انا بجيب الاحجار الاحجار بتجيلي من المحاجر. بتم تكسير الاحجار دي بينتج عنها بودرة وكسر. البودرة دي بتتدرج من زيرو واحد واثنين. ده طبعا السمك البلورات بتاعتها او الحبيبات. يعني الزيرو ده اقل حاجة. بعد كده واحد بتبقى اخشن شوية او الحبيبات بتاعتها اكبر شوية واتنين بتبقى اكبر شوية. وكل حاجة بيباليها استخدام عندنا في تخصص تشباط من حيث الحجم او النوع بتاعها. بعد كده عندي الكسر الحجر بيبقى برضو عندي الكسر الحجر بكسر الاحجار الطبعية بينتج عنها اللي بطلع منه بحطها في مهزات وباخد الكسر بتاعي اللي هو بيكون سمك بيبدأ تدرج برضو من واحد ملي لواحد سنتي. بقى انا عندي كسر الحجر ده بتدرج من واحد ملي بعرضه المهزات خاصة بتبدأ من واحد ملي عشان هفرزه السمكات المختلفة او السمك المختلف اللي هو من واحد ملي لغاية واحد سنتي وبعبيه في شكارة يعني واحد ملي بعبيه في شكارة لتنين ملي في شكارة تانية وهكذا وكل نوع برضو بنستخدمه في تنفيذ تمرين معين ده طبعا بستخدمه في بياض الحجر الصناعي بعد كده هناخده وهندرسه في الوحدات القادمة ان شاء الله. عندي نفس الكسة بتاعة الحجر الجيري عندي حاجة اسمها بودرة وكسر الرخام طبعا زي ما انتم عارفين ان الرخام بما موجود في السوق بيبعبارة عن جبال من الرخام وبيتم تكسرها او عمل احجار كبيرة وبعد كده بيطلع منها الالواح بتاعة الرخام اللي احنا هنترك له بعد كده انا برضو بينتج عنها بردو بودرة باخد البودرة دي ان انا الكسر الصغير باخده بطحنه وبعمل بودرة الرخام ودي بستخدمها في بياض الموزايق ودرج السلالم نفس الى عكاية عندي كسر الرخام برضو. باخد كسر الرخام ده وبستخدمه برضو في بياض الموزايك ودرج السلم اللي هو بيبقى تقليد للرخام يعني انا هعمل درج اسمه المزايكو او بياض المزايكو اللي انا كنت هم نعمله زمان الاسفال بتاعت السلالم ده بيبقى تقليد الرخام بيديني شكل الرخام بس هو حاجة تقليد للرخام فبيستخدم فيها بودرة الرخام وكسر الرخام هي بتبقى تكلفتها اقل شوية عن ان انا اعمل رخام وفي نفس الوقت بتديني شكله قريب من الرخام الطبيعي زي ما قلنا ان البودرة باخد الكسر بتاعي وبطحنه وبيديني برضو درجات ليه الزيرو والواحد والاتنين وزي ما قلنا الزيرو ده انعم حاجة في البودرة وبعد كده الواحد وبعد كده الاتنين بيبقى اخشن كسر الرخام نفس الحكاية اللي حصل في باخد الكسر بتاعي وبعرضه لمهازات خاصة وبفرزه من اول واحد ملي لغاية واحد سمتي او اكسر حسب استخدامها وزي ما قلنا قبل كده بتستخدم في بياض المزايكو ودرج السلالم هنيجي البعد كده الاحجار الطبيعية انا عندي احجار باستخدمها في شغل التشتيبات الخارجية او الدكور بتاعي الداخلي والخارجي عندي الاحجار الهشمة والميقة والرملي دي بتبقى احجار طبيعية وبيتم نحتها زي الهشمة دي بتيجي من الحجر الجيلي بتبقى ناتج عن الحجر الجيلي وبيتم نحتها نية الديني بلطات من الحجر باستخدمها في كسوة الوجهات الخارجية او لو بعمل دكور داخلي في مدخل او حاجة باستخدم الحجر الهشمة ده وعندي الميقة الميقة فيه ميقة ناتجة عن حجر جيلي وحجار وميقة ناتجة عن الرخام يعني الرخام بحوله لمايقة طبعا بيتم ده في المحاجر الخاصة والمحاجر بياخدوا الاحجار اللي هي الخام وبيبدأ يحولها لي لبلطات عشان استخدمها بعد كده وبتبقى مدخلات مختلفة استخدمها في تاكسية الوجهات والوجهات الخارجية او لو بعمل دكور داخلي الميقة بتستخدم حديثا في الدكور الداخلي في بعض الشقق او بعض الفلل بتاعتنا وعندي برضو اللي هي الاحجار الرملي اللي هو الحجر الرملي برضو بعمل منه برضو الوجهات بتاعتي وفي نفس الوقت بيبقى كويس وبيحمي الوجهات بتاعتي من عوامل الجو سواء الهشمة او الميقة او الرملي بيبقى من بيديني منظر دكور جميل وفي نفس الوقت بيحمي الوجهات بتاعتي من العوامل الجوية والتأثيرات الجوية عندنا هنا الاشكال بتاعت الاحجار بتاعتي يعني عندي اليمين دوت الحجر الهشمة بعد كده ده المايكة بتاعت الرخام دي المايكة بتاعت الرخام بتاعتي الابيض ده اللي هو المايكة بتاعت الحجر الرملي او الحجر الجيل وعندي ده النوع برضو من انواع المايكة اللي هو على الشمال ده برضو بس طبعا في مقاسات مختلفة يعني هنا فيه صحيح هنا بيبقى معمول بشكل مستوي يعني بلاطات شكل مستوي وفيه بيبقى شكل غشيم زي ما زي ما احنا شايفين وكده بيبقى يتركب عشوائي فبيديني برضو شكل معماري مختلف عن اللي هو المستوي وفيه اشكال تانية ومقاسات مختلفة بتديني اشكال مختلفة زي ما انتم شايفين في الصورة اللي قدامنا. هنيجي البعد كده الرخام وهو ناتج من احجار طبيعية زي ما احنا قلنا قبل كده ان انا الاحجار الطبيعية هو بيبقى عبارة عن جبال من الرخام وبيتم تكسيرها واستخراجها وبتديني احجار باحجام كبيرة ويوجد انواع وبعد كده بدخلها على مناشير خاصة وماكينات خاصة بتقطع للاحجار دي لالواح من الرخام اللي بستخدمها بسمكات مختلفة زي اتنين سنتي او اربعة سنتي او خمسة سنتي اللي بستخدمها مثل اتنين سنتي بستخدمها في ترابية اللي هي الارضيات لو انا بعمل ارضيات من الرخام وبستخدمها في القوائم بتاعة درج السلم الاربعة سنتي والخمسة سنتي بستخدمها في النايمة بتاعت السلم عشان تستحمل الاحتكاك والبري وتعيش معايا مدة اطول لان الطلوع على السلم الايمة انا ما 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 فيش احتكاك لانها ما بادوس عليها لكن النايمة بتاعت الدرج بدوس عليها بالسمرار فبالتالي لازم يا سمكة كبيرة عشان تستحمل الدوس عليها وفي نفس الوقت ما تتكيلش بسرعة. عندي انواع مختلفة من الرخام. عندي نوع اسمه الجلالة والتريستا والالابستر والقرارة والامبرادور ودي بعض الانواع من الرخام. عندنا الشكل اهو زي ما احنا قلنا النايمة هي بتاعة الدرج اي سمكة كبيرة بتبقى خمس سنتي. ودي الايمة اللي هي اللي في الوش ديت بتبقى سمكة اتنين سنتي. وده الرخام وداخل معاه الامبرادور اللي هو البني ده. وده الجلالة اللي هو الاصفر اللي هو في النص ده. ودي الانواع التانية زي ما انتم شايفين بيبقى شكله جميل وكل كتعة رخام ما فيش واحدة شبهة تانية لانها دي حاجة طبيعية. فبالتالي ما فيش واحدة شبهة تانية. يعني ممكن تلاقي الجلالة النوع واحد كلهم بس هتلاقي كل قطعة من الحجر نفسها بتختلف عن الاخر في الشكل او الرسمة اللي فيها او التجازيع اللي فيها لان دي حجار طبيعية وبالتالي ما فيش واحدة شبهة تانية. بعد الرخام عندي حاجة اسمها الجرانيت وهو عبارة عن صخر ناري برضو نفس الحكاية. الجرانيت برضو بيعبارة عن صخور نارية جوفي تتكون تحت درجات حرارة عالية. وفيه منه انواع مختلفة اللي هو الاحمر اسواني والاسود اسواني والجلاكسي. وعندنا الانواع بتاع طريع مسلا هنا ده الاسود اسواني وده الاحمر الاسواني والجلاكسي اللي هو الاسود خالص دوت. وفيه هنا دي انواع من الجرانيت عندي انواع مختلفة وبستخدمه زي ما قلنا الجرانيت طبعا بستخدمه في درجة لان هو عمره اطول او احتكاك البري بتاعه بيبقى اقوى من الرخام لان هو بيستحمل عوامل الجو والاحتكاك والبري عن الرخام لان هو بينتج من احجار صلبة عن احجار الرخام فبالتالي هو بيبقى مميز عن الرخام الجرانيت بيستخدمه برضو في عمل رخامة المطابخ او الاحواض لان هو ما بيتأثرش بالمية او بالمواد الكيموية بيبقى تأثر عليه اقل من الرخام لان الرخام لان ما بيتعرض لمية كتير او مواد كيموية بيبدأ يخرم ودي من مشاكل الرخام لكن الجرانيت بيبقى مميز عن الرخام في استخدامه هنجل بعد كده زي ما قلنا الفرق بين الرخام وجرانيت من ناحية التكوين ان عند الجرانيت يتكون من الكوارتز اما الرخام يتكون من كربونات الكالسو ومن ناحية الصلابة في الجرانيت اكثر في الصلابة من الرخام حيث انه يحتوي على العديد من المواد الصلبة ولو مقاومة عالية لان الحلقات وللجرانيت مميزات عدة يتفوق من خلالها على الرخام ومنها انه اقل عرضة للخدش كما انه يحافظ على سطحه لامع لفترة زمنية طويلة مقارنة بالرخام ومن احدى مميزات الجرانيت انه لا يتطلب مجود كبير في التنظيف طبعا زي ما احنا قلنا الجرانيت الجرانيت بيبقى سطحه املس ومش شرح لشرب المية فبالتالي الجرانيت بيبقى سهل في التنظيف عن الرخام الرخام بمسامه مفتوح شوية فبالتالي ممكن يشرب المية وبعد كده بيحصل فيه التنقير وفي نفس الوقت بنظفه بصعوبة شوية لانه بيشرب الاي مادة بتوع عليه فالجرانيت طبعا بيميز عن الرخام في هزي المهم هنيجل بعد كده عندنا خامات بنستخدمها زي السيراميك والسيراميك ده عبارة عن بلاطات بتتعمل بتبقى عبارة عن مادة صناعية بتم انتاجها في مصانع خاصة وهي بتبقى عبارة عن طبقة من الفخار وطبقة من الجليز يعني عبارة عن طبقتين طبقة الوش بتاعتي بتبقى من الجليز وطبعة الضهر بتبع عبارة عن عجينة من الفخار وبيتم صبها في المصانع بمقاسات مختلفة واسماك مختلفة حسب نوع السراميك بتاعي وحسب اسم الشركة او البراند بتاعي فعندنا هنا تعريف السراميك من اهم واكثر الخامات استخداما في الدكور سواء كان ذلك في الارضيات او الحوائط يصنع من المادة خام رئيسية وهي الطين مع بعض الاضافات الاخرى التي يتم حركها في افران خاصة زي الدرجات حرارة عالية مع اضافة المادة الزجاجية اللي هي الجليز من اعلى زي ما احنا قلنا بيتم صبها في المصانع وبتتعرض لحركها في داخل افران خاصة في درجات عالية مع اضافة مادة الجليز اللي هي بتبقى طبقة الوجه بتاعتها اللي بيبقى فيها الرسمة بتاعتي سواء لو كان البلاطة سادة او فيها رسمة او مجزعة دي المادة اللي هي بتاعت الجليز لكن الظهر بتاعها بيبقى عبارة عن مادة من الفخار اللي هي بتبقى بستخدم منها اللي هي بتلزق في المونة بتلزق في المونة لكن لو هي من الجليز كلها هتبقى صعبة ان هي تلزق في المونة لو هي نعمة من ناحيتين فانا طبقة الفخار دي بتعمل طبقة تماسك مع المونة فبالتالي بتعمل تشغيل جيد مع المونة وهنا عندنا اشكال مختلفة من بلاطة السيراميك زي ما انت شايفين كده فيه اشكال كتير مختلفة وفيه مأسات مختلفة عند السيراميك في السوق بتكون بيوجد بمقاسات مختلفة. مثل الارضياب بتبقى عندي من اربعين في اربعين. وستين في ستين. وفيه ستين في مية وعشرين. حاليا في السوق. وفيه احجام اكبر من كده موجودة. بس بتبقى بنسب قليلة. عندي الارضياب برضو فيه اللي هي بتبقى تقليد تقليد الارضيات اللي هي الخشبية. زي البركية. بيبقى مقاساتها بيبقى ستين في تلاتين او ستين في خمستاشر. بتبقى مستطيلة الشكل. اللي برضو الحوائب بيبقى ستين في خمستاشر او ستين في عشرين او تمانين او خمسة وسبعين في عشرين او طبعا مقاسات بتختلف من مصنع لاخر ومن موديل لاخر. فزي ما نشايفين السراميك موجود في السوق باشكال واحجام ومقاسات مختلفة. وحسب المصنع اللي بينتج او حسب الخط الانتاج اللي بينتج السراميك بتاعي. دلوقتي انا ما كانش انا كان زمان عندي السراميك ده متوفر قديما كان بيبقى معزمه كله مقاسات آآ استاندر خمسة شخصة في خمستاشر وعشرين في عشرين انا دلوقتي الخمسة شخصة في خمسة شخصة وعشرين في عشرين ده اندسر ومش موجود في السوق وعندي زي ما قلنا المقاسات المختلفة والاحجام المختلفة والمتنوعة في السوق عندي منها المربع وعندي المستطيل وعندي جميع الاشكال وعندي السراميك في شكل شرايح زي البركيب لما بركبه بيديني شكل البركيب الضبط البركيب الخشبي. هنيجي البعد كده حاجة اسمها الجيبسون بورد. الجيبسون بورد هي عبارة عن الواح جيبسية وبستخدمها في الاسكف المعلقة بتاعتي. انا عندي تلات انواع من الواح بتاعت الجيبسون بورد. عندي الابيض. الابيض ده اللي بيستخدمه في الغرف المعيشة او في الريسبشن لانه هو ما بيكاومش اي حاجة. عندي النوع تاني. عندي النوع الاخدر. الاخدر ده بيبقى بيكاوم الرطوبة. فبستخدمه في المطابق او الحاجات اللي هي معرضة للابخيرة والمية. وعندي الاحمر بيبقى مكاوم للحرارة والحرائك وبستخدمه برضو في المطابق. لانه هو بيقيني من الحرائك. هو فالجيبسون بورد هي الواح جبسية من خليط الجبس والسيليكون والفيبر جلاس ومغلفة بطبقة من الكارتون. ومغلفة من طبعة من الكارتون المعالج وهي نتيجة تكنولوجيا المانية المنشأ ظهرت لكون بديل للسقف المستعارة. والجدرار. وتصنع الالواح الجبسية بمعيسات طبعا بتموجودة في السوق بمعيسات مختلفة عندي متر وعشرين في اتنين اربعين. ومتر وعشرين في تلتمية في تلاتة متر يعني متر وعشرين في تلاتة متر تلتمية سنتيهان تلاتة متر. وايضا هناك مقاسات مختلفة اخرى لطول ولكنها قليل التواجد بالاسواق ويوجد منها سلاسة انواع زي ما قلنا الاحمر ضد الحريق وهيستخدم في المخازم والمطابق والمطاعم والاخدر ضد الرطوبة وهيستخدم في المستشفيات والحمامات وعندي النوع الابيض اللي هو الجبس العادي وهيستخدم في اسكو في الغرف. وعندنا دي الاشكال بتاعته اللي بيجي هو في سورة الواح زي ما احنا قلنا بمقاسات مختلفة اللي هي مية وعشرين في تلاتة متر وهو ده المقاس المتداول في السوق او معظم موجود في السوق فدي الاشكال بتاعتي والالواح بتاعتي وبكده احنا خلصنا الوحدة الخاصة بالعدد والادوات والخامات كنا خدنا قبل كده في حلقات سابقة العدد وكيفية استخدامها وكيفية عمل الصيانة الخاصة بيها النهار ده خدنا الخامات وازاي باحس بالخامات بتاعتي اللي انا سستخدمها وازاي بعرف الكمية اللي انا هحتاجها لكمية معينة زي المسال اللي خدناها النهاردة وازاي بعرف التمن بتاعي اللي انا هشري بيه وبالتالي هعرف اه 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 بعمل مؤيسة كاملة بالتكلفة بتاعتي والكميات بتاعتي والكمية لما بحسب لو انا عايز احسب المصنعية مثلا بحسب مصنعية بقية تخشين مثلا في السوق بتلسية بتلاتين جنيه مثلا وعندي كمية خمسمية فانا بضرب خمسمية بتلاتين يبقى المصنعية بتاعتي خمساشر الف جنيه. يبقى انا حسبنا الخامات بتاعتي كانت حوالي تلاف ونص والمصنعية خمساشر الف جنيه. بقى انا عرفت بها تخشين لمسطح خمسمائة متر مسطح اتكلف كام. فبالتالي انا عملت مؤيسة تسمنية كمية للتنفيذ التمرين بتاعي. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونركاكم في حلقات قادمة ان شاء الله.